ساعات فقط بعد صدور بيان عن مجلس قضاء وهران بإداء عشرة أشخاص الحبس المؤقت في قضية تسلل شاب إلى طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار أحمد بن بلا في وهران حسب بيان لمحكمة العثمانية تابعة لمجلس قضاء وهران فقد تم بتاريخ 7 جونفي 2024 فتح تحقيق قضائي ضد عشرة من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلاص كملنا من التعيين زملائي الأعزاء وتم استجواب العودة إلى هذه القضية تم استجواب المتهمين من أجل جنح ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض الأشخاص الموجودين داخل الطائرة للهلاك وتعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر وهذا وفقا للقوانين المرتبطة المتعلقة بالقانون المدني وفي وقت سابق كشف تحقيق ابتدائي لمدرية الأمن الداخلي والملاحظ أن هذا التحقيق تعالى الأمن الداخلي تم فتحه بأمر مباشر من الرئيس عبد المجيد تبون فكان أكد هذا التحقيق ظلوا عدة مسؤولين في حادثة تسلل هذا الشاب الجزائري إلى طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بوهران بهدف الهجرة غير الشرعية نحو فرنسا وذلك يوم الثمانية وعشرين ديسمبر الماضي فهذه القضية ما تزال تتفاعل واليوم تم إصدار بيان عن مجلس قضى وهران بإحالة أو إيداء عشرة أشخاص الحبس المؤقت وهؤلاء العشرة هم ضباط وأعوان شرطة وفي البيان السابق الذي تم فيه الإعلان عن فتح التحقيق من طرف الأمن الداخلي كان هناك حديث عن محاسبة كثير من المسؤولين إداريا بسبب هذه الحادثة اشتركوا في القناة